أبداً أبداً في سر سبعة أي منتوجة يدخل المغرب ستشد في الديوانة وهذا سيأخذنا على ثلاثة الأنواع المنتوجة الأول هو نوع من خارج المغرب أو الذي يوصل المغرب ستشد في الديوانة عادي وسيوصل الضرب لحيث شيء مشكل أما النوع الثاني هو من الذي يوصل الديوانة ستعيط لك شركة تشحن في التليفون وهنا يمكنك تكلفها هي تدير المسائل القانونية كاملة وتأخذك البروذي لحيث ضرب لحيث شيء مشكل أما النوع الثالي ستعيط لك شركة تشحن لك شركة تكلف ولكن لا تريد أن تكلفها لكي تزيد عليك مصاريف الملف وتريد أن تكون مستخدمي وتمسينها لك شركة تشحن لك كذلك في هذا الفيديو سأخذكم كيف تحسب الديوانة في رأسكم وتعرف أي مستخدم كيف تريد أن تكون النوع كيف تخلصوا الديوانة بالطبع وكذلك سأخذكم كيف تحسبوا المغازينات نبدأ النوع الأول من المنتوجات التي ستوصل لك حيث ضرب لكي تخلصوا الديوانة وكذلك ستكون تخلصوا الديوانة بما تعيق مثلا عندما تدخل أمازون أو بانجود أو الإلكسبرس أو شين أو أي موقع إلكتروني كما تريد فأنت تلقى ثمن المنتوج وكذلك تلقى الشيبين أو الشحن لكي ستوصلوا لكي ضرب لكي وكذلك أحد خاصية التي هي طيفية أو ليتاكس أو الديوانة للأسف هذه الخاصية لم تزيد المغرب بشكل مواقع لكن مستقبالا ستتأكدها وكذلك ستتأكد أن تدخل المواقع لكي تشري في إسبانيا أو فرنسا وكذلك ستطلق عليك هذه الخاصية ومستقبلا ستزيدوا حتى المغرب وكذلك يعني أنك ستخلص الديوانة والمي تشد الديوانة وبالتالي ستجد المنتوج ديوانة وكذلك ستصل إلى نواسر فعود ما تعيط عليك الديوانة أو لا تعيط عليك شركة الشحن فأنت تكون دائجة تخلصي الديوانة زائد ثمن المنتوج وهكذا شركة الشحن تشد المنتوج مباشرة وكذلك ستجده لك حتى الضرب لكي تخلصت شيئا لأنك الضيجة تكون مخلصة لكي تخلص الديوانة مباشرة من الموقع الإلكتروني الذي ستشري منه دائما تكون مثل هذا 50 درهم أو 100 درهم أو حتى 200 أو 300 درهم ودائما يزيد أحد البلافو إذا مثلا ديوانة زائدت عليهم شيئا لكي يكون دائما عندهم واحد لبونيس كذلك ستعرف أنه كان بعض المنتوجات المعفية من الديوانة كنت تكلمت عليهم في هذا الفيديو هذا في حل الكتوب والمجلات وبعض المواد الأساسية ثانيا إذا لم يقلت هذه الخاصية لكي تخلص الديوانة من الموقع الإلكتروني ستشري منه تشري من هذا الموقع عادي لكن من وصل لكي الانتواج ستشد في الديوانة وهنا ستصل بك شركة شحن والتقول لك أن المنتوج تشد في الديوانة وهذا يكون لكي تجد طرق لكي تأخذ الكولية لكي تأخذك طريقة الأولى هي دي بلاسة حتى نواصر وتأخذ الكولية لكي تأخذك وهذه طريقة أحسنة الطريقة الثانية هي تكلف شركة الشحن هي تأخذك الكورية لك حتى الباب الدار هنا سيزيد عليك ثلاثة ديال الحواج أولا سيزيد عليك مصاريف الميلف التي تتراوحها بين 400 درهم حتى 1400 درهم على حسب شركة الشحن وعلى حسب كورية لك حل فيها في الوزن وعلى حسب المسافة التي سيقطعه من واصل حتى الباب الدار لك والثاني سيزيد عليك الفرنشيز لأن شركات لانبور والإكسبور دائما تزاد عليهم الفرنشيز من التي يمشون الديوانات ثالثا سيزيد عليك الفرنشيز إذا لم تكن مخلصها من الموقع الإلكتروني الذي يشري شيء منه هذا كل ما يجمع لك في مصاريف الميلف ويلاسقها فوق من الكورية وبالتالي من الذي يجب عليك الفرنشيز ويعطيك الكورية فهو يقول لك أنت تخلص لي الدواء القدية للديوانات هنا يجب أن ترد البال جيدا هذه الورقة التي تكون لاصقة فوق من الكورية وماذا هي الكيتونس أو لغا الورقة أمبرمينها من المكتبة إذا كان الكيتونس في حال هذا اللي يبن في الصورة فهو لا تظهر بشكل واحد في حال الذي يكون في الباسبورت تقريبا فهناك تعرف أن شركة الشحن فريموند وذات لك الكورية من الديوانات وخلصت عليها المسائل القانونية ويجبت عليك حتى الدار والدليل هو الكيتونس الذي تعطيه لهم الإدارة الجماريك أما لو لقيت شيء ورقة من غير الكيتونس فهناك لا تخلص لشركة الشحن لأنه غير يكون طابعين لك شيء من رؤوسك وبالتالي هذه الطريقة يتكلف شركة الشحن تجيب لك الكورية لذلك حتى الباب الدار فأناك نصح به الناس اللي ساكنين ببعاد بزاف على كازا أو لعندهم واحد المنتوج المهم بزاف لا يقدرون تخلقوا عليه لأنه كان بعض المنتوجات اللي معفين من الديوانة في حال الكتب والمجلة وبعض المواد الأساسية هذه كامل هدرش عليه في هذا الفيديو اللي سيكون قدامكم دابا وكذلك كان بعض المنتوجات اللي بزمنك يجب عليك الديوانة وتجيبهم من رأسك عندما توجد في حال الدرون مثلا يجب واحد اللوتوريزاسي من العمالة غالبا اللوتوريزاسي لا تعطي لك العمال حتى تكون تعمل في المسرح أو تعمل على الإداة الوطنية التفازة المغربية إلى آخر يجب عليك تصور شيئا منطيقيا أو لديك واحد سبب منطيقي الذي يجعلك تدخل هذه الدرون خاصة إذا كانت هذه الدرون من الفئات العالية يعني التي تطلع بزاف سما ويمكن أن تذهب حتى 10 كم غير تحكم عن بعد فهنا غالبا يتربون منك الوطنية و يجب عليك تذهب الديوانة و يجب عليك أو بعض الأدوية التي يكون فيها مركبة مثل مفحل السيانات أو يكون فيها عقائية غير مسكينة مثلا المورفين أو الأفيون يجب عليك تدخل الوطنية أو الكلينيك أو الابوراطور الذي يخرج لك الدواء و تعطيهم الوطنية و يجب عليك تذهب و يجب عليك تذهب بعدها سأعطيك الكوية و سأعطينا ندوز الأول كيف تذهب من باب الدار و سأتقوم بالنواصر و تجيب الكوية و يجب عليك و يجب عليك تقطع بيئة و يجب عليك و يجب عليك يجب عليك تضرب الحسبة و تحديث المنتوز و تتخلص عليها بالضرب الديوانة و المجازينة و ليس لكي تصل الديوانة و تتخلص و يجب عليك و تخلصه 5 ألف درهم و تصدام و تصدام و غير طريق و هنا سأعطيكم الطريقة كيف تتخلص أي باب الدوانة أولا سأدخل المواقع FindHSCodes و سأعطيكم على هذه التشكلة و سأعطيكم و تقلبكم على المنتوجات هنا تكتب اسم المنتوج و يحاول تكتب الكاتيغوري كبيره مثلا اي فون 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 و دائما تكتبه باللغة الإنجليزية لا يقبل الموقع العربية و لا يقبل الفرنسية و يجب أن تعرف أن يكون لديك محاولة البحث و من بعد يجب أن تتخلص الفلس و لكن تعرف أن تتخلص الدوانة لذلك محاولة الأولين يكون لديك فابور هنا سأكتب فون وبالتالي سأعطيكم و دائما اي منتوج تكتبه لا يطلع لك 4 كاتيغوري مثلا داخل أو أو الفيكس الخيط إلى آخره فأنت سأخذ هذا كامل و سأخذ الرقم 11 هذا يعني أن هذا الكاتيغوري يدخل في هذا كامل بما أن اختار هذا الرقم 11 سأخذ هذا و إذا أخذتك تظهر على هذا الكود الذي يكون فيه الأرقام في مرة يكون هناك 8 أرقام سأخذها و سأخذها الـ Universal Code هذا الـ Universal Code الذي يكون فيه الأرقام سأضعه و سأخذها و هنا سأذهب إلى Google و سأتشبه .gov.ma الموقع الإلكتروني من الموقع الإلكتروني و من الموقع الإلكتروني في حلقة سأذهب إلى مباشرة لـ Service A Deal من الموقع سأخذنا سأخذها و سأخذها و سأخذها و سأخذها ثلاثة خانات إذا سأخذت الخانات الثانية مكتوبة فيها SH Code أو HS Code و سأخذها إذاً هذه هي التي سأخذها هذا الكود الذي جديد من الموقع الإلكتروني الأول سأخذها و سأخذها و حاول دائما تحيير هذه النقطة التي تكون الوصف و لا أتقبلها و سأخذها و سأخذها و سأخذها و سأخذها نفس الشيء الذي أعطنا الموقع الأول فإنها أعطينا لا تجيد و سأخذها كلorton سأخرج لكي نجمع الكاتيغورية كاملة ونعرف كيف يتخلص على هذه الديوانة وبالتالي أنا أضع على أخر هنا أعطينا واحد ديسكريبسي وعلى هذا البرو الذي كان يعني كان فيه السمارتفون والتليفونات التي فيها الخيط ونحن ما عندنا نفعله بهذا كامل سوف نمشي مباشرة ليسار سوف نلقى وضغوة إيطاكس نقلق عليها وهنا يعطينا حال سوف نخلص على الديوانة على هذا المنتوج كل المنتوج قدرنا لهذه الطريقة سوف نطلع لدينا قيم مختلفة إذن لدينا أول شيء الدروة الاختصار ديسكريبسي يعني حقوق الاستيراد فنحن نخلص عليها في هذه الحالة 1.5% ثانياً لدينا الفرانشيز الذي هو 0% وكيف ما قلت لكم قبل المواطنين المغاربة العاديين غالباً فهم يتعفون من الفرانشيز دائماً تجدون 0% قليلاً في بعض المنتوجات التي تجدون أن تخلص الفرانشيز أما إذا لم تنمشي الديوانة بصيفة شركة كيف لا تريد أن تكون الشركة الامبور وكيف لا تريد أن تجدون فرانشيز دائماً تجدون هذه المسألة إذن بما أننا مواطنين عاديين إذن لدينا الفرانشيز 0% والثالثة هي طيفية أو لا تجدون هذه دائماً تكون في 20% أي منتوج كيف ما يريد أن يكون طيفية معروفة في المغرب دائماً نخلص عليها 20% إذن لكي نعرفوا كيف نخلص علينا فنجمع هذه القيم بثلاثة 0.5% زائد 0% زائد زائد 20% إذن تعطينا 22.5% وبالتالي تليفونات أو لا الأجهزة الإلكترونية أنجينيغال فنجمع هذه 22.5% هذه نفس الحاجة التي تجدون على هذا الستابيلايزر الذي يجبس من الديوانة وبالتالي حتى نعرفوا كيف نخلص الديوانة بالطبع فنجمع هذه المنتوج ونضربه في هذه القيمة التي خرجتنا 22.5% لأن المنتوج لدينا 2500 درهم إذا سنجمع 2500 درهم هذا هو تم المنتوج يعني كامل المنتوج زائد 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 كل شيء فنضربها في 22.5% في هذا ونضربه ما تساوي إذا سنجمع 562 درهم فاصلة 5 إذا هذا 562.5% ليس غير بوحدة دائما نزيد على البونا الذي يقدر ما بين 100 درهم حتى 150 درهم إذا 2500 درهم الذي هو تليفون سنجمع 712 درهم ديوانة كذلك لديه المنتوج طويلة في المجازة فأنت تخلص شيئا ما تسمى المجازينج المجازينج يبدأ بداية من اليوم الرابع لأنه اليوم الأول والثاني والثالث فهما يعرفونك منه ويوم الرابع فأنت تخلص الطريقة التي تخلص هذه المجازينج فهما يدعون لك 50 ريال النهار يدربونها في الوزن جيل الكوليا ويدربونها في الأيام التي تبقى لهم مثلا إذا كانت لهم الكوليا 20 يوم فأنا قلنا أن تحيدون لك ثلاثة الأيام الأول ويبقى لك 17 يوم إذا نحسب المجازينج هو 17 يوم فهما يدربونها في جوج فاصيلة 5 وهي 50 ريال يعني جوج دراهم ونص إذا تعطينا 42.5 هذه 42.5 فهي يدربونها في الوزن الكوليا إذا كانت الكوليا فيها غير كيلو أو أقل من كيلو فهي تنقص لك بطبيع الحال أما إذا كانت كتر من كيلو فهي تزاد عليك لنفترض أن هذه الكوليا فيها مثلا كيلو أونس إذن فيها 1.5 إذن تعطينا 63 درهم فاصيلة 75 وبالتالي نجمع هذه القيمة المجازينة زائد 712.5 التي خرجتنا في الأول وتعطينا 776.25 هذه المجازينة ستخلصوا الديوانة وممكن لك الساعة تزيد الترانسپور وتعطينا في القادية ومسلكك أو لا وكذلك يمكنك تصل بشركة الشحن ويقول لك ما ستجلب لي الكوليا إلى الدار يعطيك قيمة أقل من هذه التي خرجتك من الأفضل أن تتكلم بشركة الشحن أما يعطيك قيمة أكثر من هذه التي خرجتك في الحسابات غالباً هذا ما سيكون ثم الأفضل أنك تمشي الراسك وإذا كانت هذه المجازين فأنت هنا ستسمح في هذه الكوليا ويمكنك تدير أو تدير برسومه من الموقع الإلكتروني الذي يأخذك منه وليس كذلك الديوانة والوصاد منك فالفلوس الذي ستخلص أنا أريدكم هنا الطريقة كيف تحسبوا المجازينة وكيف تحسبوا الديوانة وأريدكم الموقع الذي يدخلوا منه ضربت الحساب وأخرج لك مبلغ الذي يبدو أنه مسلكك ويمكنك تجلب مطار محمد الخامس وتأخذ الكولياة لك أما أخرج هذا الفيديو فمكنك ترى هذا الفلوغ الذي تصور به من هذه المنطقة التي نصور معنا حاليا ومشيت المطار محمد الخامس ومشيت المنطقة وتأخذ الكولياة التي تعمل بها حاليا الفلوغ سوف نفعك بزاف أنه هناك بعض المعلومات التي تصورين بالصوص والصورة بطريقة الحال لأنه الفلوغ أما لو تريد أن تتبع معي المراحل فبطريقة الحال سوف نحن لك هنا بلانيماسيون أو بلانيماسيون يمكنك تقطع الموقع الإلكتروني الذي هو أو بلانيما في اليوم بشكل قصير هو الذي تجيب أن تكون لذلك محمد الخامس يجب أن يكون هناك تراني في وسط المطار هنا يكون قدامك البوليس يكون قدامك اللاماشين لتسكني الباقاج مثل شكاير والفاليس وكذلك هناك الآلة لتسكني بنادم وعاد البوليس يقلبك إذن هنا نحاول أن نوصل إلى الميصاج سيكون هناك شجوان أو شبكية الماربورو سيكون هناك شيموز أو شجارة إلكترونية فأنا لا نصحه في هذه الحالة يمشي المطار محمد الخامس لأن البوليس سيقلبه خاصة إذا كانت مساعدتهم سيقلبك البوليس وسيسألوه معك ويطلب منك الباسبور فأنت تقول لهم أنا أريد أن تذهب إلى منطقة الشحن هنا سأعطيك منطقة الشحن في نجاج ويخرجك من مطار محمد الخامس عندما تخرج من المطار ستجد من المطار ستجد منطقة المنطقة التي أجبها لكم في الخريطة إذا أريد أن تذهب إلى منطقة الشحن فبالطبط ستكون لديك 1.9 كم يمكن أن تذهب لها غير على رجلك تقريباً ستجد منك 15 أو 20 دقيقة أما إذا كنت تذهب إلى الزربة ستصل إلى 10 دقيقة كذلك لديك سيئة زرقين يعني سيئة صغار فأنتك تكون في كازا فهذه السيئة الواصلة سيكون لهم أزرق ستجدون 5 درام حتى منطقة الشحن لكن قليلاً ستجدهم فالنصيح الذي أعطيك هو أنك قبل لا تضيع الوقت ستذهب إلى الرجلك لذلك ستجد منطقة الشحن ستصل إلى المنطقة الشحن إذا ستجد منطقة الشحن ستجدون مجازات وكل مجازات تجد فوق منها وكل مجازة تجد فوقها لوغو شركة سحن يعني ستجد فوق هاتف مجاز ما مع فوق منها لوغو كبير بسوارة وأحدث فيديكس وأحدث فيديكس وأحدث فيديكس وأحدث فيديك أفريكا وإلى آخره ستجدك هذه السركة التي تعطيك في الكلام وقالوا لك أن ستجد منطقة الواصلة ستجد لديك مباسرة ستجد أحد grupo وصبحنان ستجد معيش تقلية أخرى القليل من الموقع الإلكتروني فلقيبك يطلب تقلية أخرى على N partie أو ترد فيها ثلاثة المستخدمة أو تفاكورة بشرية أو تضيع ألغة سمكة الهواء أو تضعه أخرى بفرقة المستخدمة وكتفقها على SID بالضبط يجب تقلية أخرى في الفلس المستخدمة وكتفق كيف تدخلية القليل من المستخدمة وكتفق كيف تعلية تقلية مستخدمة وكتفق cd ب 150 درهم إذن تخلص 150 درهم بونا ديليوري وكرافقك هذا السيد حتى يصل لك إلى مفتيش يكون غير في بيرو وحدها تماما إذن هذا المفتيش الذي تماما ستعطيه بونا ديليوري حتى تخلصه 150 درهم وكرافقك حتى هو المجازة في المشدودة الكولية غالبا المجازة تكون منمورة هذا البيرو الذي خلصت فيه بونا ديليوري إذن من الذي توصله إلى هذه المجازة فهما يبدو الكولية لك ما بين مئات أو لا ملايين الكولية التي يكونها مشدودة من الغربة يبدو الكولية ويحلها إذن هذا المفتيش الذي يحل الكولية فهو يقلب ويشاهد ما فيها إذا كانت شيئا غير قانونية فهو يمكنك التدخلص في الحرب أما إذا كانت شيئا سيخلص عليها الدوانة فأنت سيقول لك أن تخلص عليها وبالتالي سيقوم بالتليفون ويصور الكولية ويصور السياريها وإسم الكامل ويرجع معك البيرو وهنا سيقول لك أنه شيئا إذن هذا المفتيش يستطيع عالم مليا ويصبح تحديد القيمة ويصور المنتوز أو يحدد المواقع إذا كان يدخل للسياري ويشاهد الكولية ما تستطيع في علي بابا ما تستطيع في أمازون ما تستطيع في علي إكسبرس ما تستطيع في بانكون ويشاهدها ما تستطيع في مواقع التي تتبع فيهم ويصبح تحديد حقيقة لأن بعض الناس يستطيعون بعض المنتوزات فهو يتفقون على البائع ويقولون أنه لن تستطيع 3 درهم ويستطيع 800 درهم ولكن لا تستطيع في الديوانات هذا المفتيش يجعل هذه الهدرة كاملة جانبا ويقلبه على الكولية ويجعلها بالضبط وبالتالي بناء على هذا الثمن الذي يتم يقارنه مع الفاتورة التي لديك وبعد أحيانا طلبوا مني التليفون ودخلوا الابريكاستي من بانكود ويشاهدوا من بانكود بشكل تحديد الكولية التي يقوم بكم في هذا الفلوك من مرة هذا المفتيش يقول لك ما سيخلص بالضبط على الكولية ويجعلك النسبة المئة وما سيخلص بالدهم على الكولية إذا أعجبك هذا الثمن فأنت تقول لي ليس مشكلة لأنني سأخلص أما إذا لم أعجبك يمكنك أن تقول لي لا تريد أن تخلص وسأترجع لداركم عادي لكن ستكون ضعي 150 درهم بونا وسأكون ضعي فالترانسپور الذي يأتي فيه مهم ما الذي تقول لي أن تريد أن تخلص هو يعطيك الورقة ويقول لك سير الإدارة الجامعة للأسف الشديد جدا فالإدارة التي ستخلص فيها فهي بعيدة على المجازات التي تكون ضعي فيها الكولية لا أعرف أنه هو الشخص لدارة السيستم يمكنك أن يجمع هذا الشيء كامل في فلاصة واحدة ولكن منطقة الشحن كما تبقى هنا في الخريطة فأنت ستخرج منها وسأذهب ودور على اليسر وسأذهب من منطقة الشحن كاملة وسأذهب إلى إدارة الجاماريك عندما سأذهب إلى إدارة الجاماريك سأذهب إلى إدارة الجاماريك وسأتخلص هذا الشيء الذي يكون كتب في الورقة هو الذي سأخف زائد الجدراهم من الكيتونس هذا الشخص الذي سأخف من ديوانة فهو يأعطيك ورقة التي تسمعها لك في الكيتونس تبقى لك الذي يكون دليل أن تخفف الدوانة يمكن أن تكون لديك واحد درون من الموقف لكي تبدأ لك درون طريقة غير قانونية لا يسألها في البحار أو في البر لديك الكيتونس لكي يأخف زائد ورقة التي أخفتك فهو يأخذها يتبع فيها ويرجعها لك يقول لك رجعها المفتش إذن تخرج من الإضاءة الجماريك وترجع تضرب هذه المسافة كاملة وترجع لمنطقة الشحن وترجع لديك المفتش وتعطيها الورقة التي تخلصي الديوانة هنا هذا المفتش يأتي لك ورقة جديدة التي تسمى بالمال لوفي وهو صافيرك خالص نظيم لا تسوّل هذا المال لوفي يأتي له السيد الذي كان في المغازل الذي يحلل عنده الكولية وتعطيه المال لوفي وتقول لي صافيرا أن يخلصها التنظيف للالجب ولكن هذا المال لتعطيك الكولية ويرجع تكون مجددا أنه يبدأ من أفضل أن تقوم بالزربة أو لم تسمح فيها مرة أما تساب طريقة تحسب عليك المغازينيج الشعيدة تحدث عن اليوم الرابع أي اليوم الأول اليوم الثاني أي اليوم الثالث التي تشمل الكولية في الديوانة يجعون منهم ولكن اليوم الرابع تحتاج إلى تخلص هذا المال لتعطيكي المغازينيج وهي يساب من 50 ريال يعني يضربه في الوزن الكولية مثلا أن تكون فيها 3 كيلو يضرب 1.5 في 3 كيلو وهذا الفلوس الذي أعطاهه هو يضربهم في المدة التي تعدهم الكولية مثلا أن تعدهم الكولية 20 يوم هو يحيط لك تلتيام التي يضربهم فيها زوان ويجعله لك غير 17 يوم ويضربه هذه المبلغ في 17 يوم وبالتالي يعطيهم لكي تخلص المجازينة إذن زائد تخلص المجازينة لكي تخلص المجازينة كذلك إذا كان هناك ما في سبيلی وكي تخلص دائماً كاش فهو يضرب هذا الورقة بلما تجعلها المجازينة يقول لك أن ترجعها البرو الأول الذي تخلص منه البونة A delivery ترجع إلى البرو الأول الذي تخلص منه البونة A delivery تعطيهم هذه الورقة التي تم تدخل الديوانة ومخلص المجازينة ويضربها لكي تسمعه بون بون insortee إذن هذا البون insortee الذي يسمح لك أن تخرج الكلية من منطقة الشحن حتى لا يفهمهم زشن على زوان إذا ترجع عنده المشاكل في المجازين تقوم بتعطي البوند صورتي تقوم بتعطيك كولية لك وهذا سيكون لديك هنا تبدأ ثلاثة الحويج البوندولي و الديوانة و المجازينت و عندما تكون خارج من المنطقة الشهر تجد أحد بوليسي في الطريق وتعطي البوند صورتي لكي يتأكد أن هذه الكولية لم يكن سارقة ستخلص عليها الديوانة البوند صورتي يبقى عندك الجندارمي وهذه الكتونس يبقى عندك وصافي هكا تكون تخلصي الديوانة و تخرج من منطقة الشحن بسلام ويمكنك ترجع المطار و يقلبك البوليس في الدخلاء و تتأخذ الدران و ترجع للدار وهذه هم المراحل لكي تتأخذ الدران و تتأخذ الدران حتى تتأخذ المنطقة الشحن و تجيب الكولية وفي الأخير سأقول لكم واحدة معلومة التي غالطة فيها الكثير من الناس يقولون أن الكولية لكي تبقى أكثر من 21 يوم فهما يديرها في المزاد العلاني و تتأخذك وعندما تتأخذ هذا الكولية لكي لا يبقى على الأمر فهما يصل إلى 5 أو 40 يوم حتى تتم الحجز عليها و حتى تتأخذها لكي تتبع في المزاد فهما يبقى عندهم من المزاد و وعندما يعلم أنكم في 15 يوم أو شهر وعندما يبيعونك في المزاد يعني من بعد 15 يوم و التتبع في المزاد وكي تكون شخص المزاد لكي تمشي الديوانة و أخير من 45 يوم يقولون لهم أن أريد الكولية لكي لكن بما أنك تعطلت كثير من 45 يوم فأنت تخلص أو حقوبة التي تقدر تقريباً بـ 1200 أو 1500 درام عقلت بالطبع أنهم يتعاقبون لأنك تتعطي 35 أو 40 يوم من الذي تخلص لهم هذه القناة يجب أن يعودوا معك هذا الزيطاب الذي قلت لكم كاملاً يجب أن تخلص البوناداليفري وكتخلص الدوانة وكتخلص المغازينات يجب أن تضع الكولية لك أما إذا كانت 45 يوم وفي هذه القناة التي تحجزون فيها على الكولية لك ولم يجب أن تكون هناك المسؤول كبير يحل هذه الكولية إذا كانت فيها شيئاً جداً فهو بطبيعة حالك يأخذها أما إذا كانت شيئاً الذي يطال عليه في رأسه أو لديها يأخذها فهما يضعها في المزاد وكتبع معلومة ثانية التي قلتها وعود قلتها من الذي تكلف شركة الشحن يجب لك الكولية لك حتى الباب الدار من الذي يقول لك أن تخلص عليها شيئاً الديوانة طلب منهم الكيتونس إذا أعطوك الكيتونس أعرف أن شركة الشحن قمت بها هذا الزيطاب كاملاً الذي ذكرت لكم في الفيديو وخلصت الديوانة واخذت الكيتونس إذا أعطوك الكيتونس تخلص عليهم شيئاً أما إذا أعطوك ورقة من غير الكيتونس فأنت لا تخلص عليهم أي شيئاً ومعلومة آخيرة هو أنك إذا أعطوك الديوانة كمواطن عادي فأنت لا تزاد عليك الفرانشيز ستتعرف منه بمعظم المنتوجات التي تدخلها في المغرب أما إذا أعطوك الديوانة بصيفتك شركة الاستيراد أو التصدير أو الشركة الإيكوميرس أو شيئاً في حالك فدائماً ستزاد عليك الفرانشيز لتصدير هذه المسألة إذا أريد أن أعرف كيف يدوز الكوليات في الجامارك وكيف يطلب الكيتونس من شركة الشحن فأنا كنت أرى أن أرى هذا الفيديو الذي تصورته في حالة اسمية وقوالب الجامارك وكذلك في القانون القديم من الجامارك أما إذا أريد أن أعرف كيف يدوز من هذا البيت لكي نصور منه حالياً لم ينطقة الشحن في النواصر ويجبت الكولية لي فأنا كنت أرى هذا الفلوغ أما إذا أريد أن أعرف هذا المعبنى كيف يدوز ما وكيف يدوز ما وكيف يدوز ما وكيف يدوز ما أو كيف تصدر أي شيئاً في الدوانة فأنا كنت أرى أن تلقى هذا الفيديو وفي الأخير لا تنسى أن تدخل صفحة في الفيسبوب وأتلقىها أتركه فيك ونسألكم في الفيديو سلام سلام أمين